كما استقبل الشيخ خميس الخنجر السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان ببغداد وناقش معه سبل تفعيل الاستثمار بعد طي البلاد صفحة الفوضى والتوجه نحو الأعمار والنهوض بالبنى التحتية والمؤسسات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة نعم كما ناقش اللقاء أيضا علاقة العراق بالدول المنطقة وأيضا أبرز أحداث المشهد السياسي الذي يتجه فيه فيها السيادة وعدد من الكتل الأخرى لإنهاء الخلفات خدمة للعراقيين ومنها ملفات المياه والعفو العام والنزحين وكذا قانون النفط والغاس بكوردستان والتي أكد الشيخ الخنجر أنها أهم المواضيع التي تزيد من استثباب الاستقرار وكذا إعادة ثقة العراقيين بالحكومة العراقية الحالية